السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا قوم سميرة بتسلم على القوم وبتقول لكم لسه عمنا شعرها وبتقول لكم يترى اشتركتم في القناة ولا لسه اللي مشتركش ياريت يشوف اللي بتاع الحمر لتحت ده اللي مكتوب عليه سبسكرايب يضغط عليه وبعدين يفعل الجرس علشان تجيروا كل التنبيهات الجديدة النهاردة ده الشهر السابع اللي احنا بنعرض عليكم فيه احصائيات القناة واكتر عشر دول بتجيني منها مشاهدات بتجي القناة يعني مشاهدات انا بدأت باحصائيات شهر اربع ودينا هو احصائيات شهر عشرة تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي حصل في شهر عشرة وفي الاخر عندي كده سؤال ليك وياريت تساعدوني في الاجابة عليه الاول رقم اللي هو عدد الفيديوهات اللي انا عملتها في شهر عشرة للاسف انا عملت 13 فيديو بس ايوه 13 فيديو بس الـ 13 انا الهدف بتاعي صراحة 15 وبيهمني طبعا انا يهمني المعلومة اللي بقدمها برضو مش مجرد فيديوهاته بس فالـ 13 يلا المرة الجاية ان شاء الله نحاول ان احنا نزودها ونوصل للـ 15 هاتي حبيبي واندي كده اندي فكرة في دماغي هاتي حاول اعمالها لشهر 11 والشهور الجاية كبان عدد المشاركات لما بتشاركو بتقولي رايكو وكمان عدد الشيرز الحاجات دي هي اللي بتساعدني اعرف والـ views طبعا والمشاهدات ده كلها بساعدني ان انا اعرف انتو حابين ايه فعشان كده يريد تساعدوني ان انا اعرف عشان اكدر اقدم لكم المادة اللي انتو عايزينها زي ما قلنا الاول اشتراك في القناة التفعيل الجرس لما يعجبك المحتوى بتاع القناة اعمل لايك لو ما عجبكش اعمل ديس لايك وقل لي ليه اكتب لي ليه انت عامل لايك ولا عامل ديس لايك لو حابب يعني بس انت بتساعدني كتير ان انا لو انت بتستفيد من القناة يريد ما تبخلش عليها بالمساعدة بتاعتك دي انت كمان فالارقام اللي انا بشوفها دايما عدد المشاهدات بتاعت الشهر عدد اللايكات بتاعت الشهر عدد الشيرز ما زلنا في الارقام اللي هي انا ما باطمحشي ليها وده كله بيترجم في الاخر بعدد الاشتراكات الجديدة لأسف لأول مرة من فترة طويلة ننزل عن الالف مشترك في الشهر 995 كان عدد المشتركين في شهر اكتوبر لانه عدد الشيرز اقل وعدد اللايكز اقل فمش عارف هل ايه المشكلة فين هنشوف كده نحاول نشوف مع بعض ازاي نقدر نحل المشكلة دي هي مش مشكلة لكنه هدف انا عايز احاقلكه طبعا وبتمنى منكم مساعدتي وبتمنى منكم مساعدتي في الموضوع ده نيجي للرقم التاني اللي هو ايه السيدات نون النسوة ما زال نون النسوة في حدود ال احنا 16 في المية شهر اكتوبر كان 15 في المية في شهر سبتمبر زيادة شوية بس احنا وصلنا 19 في المية قبل كده نتمنى نشوف اكتر لسه ما زلت مش عارف ازاي اقدر اجذب عيون النساء الى القناة بتاعته الى محتواها رغم انه بتكلم عن هجري الى كندا اللي هي تمس العائلة كلها يعني مش هي مش بس للرجال يعني لكن هنشوف الاعمار ما زلنا هي القناة طبعا وده متوقع وده طبيعي انه تكون الفئة اللي هي بتشاهد اكتر اللي هما ما بين 25 سنة الى 34 سنة اكتر من 48 في المية من المشاهدات بتكون من الوقت اللي الناس تقضيه في القناة بيكونوا من الشباب اللي هما 25 الى 34 سنة وبعد كده من 35 الى 44 الى اتنين دولي بيمثلوا تقريبا 80 في المية وده طبيعي يعني اللي هما احنا لقناة اللي هي اقل من 25 سنة هيتجذبوا ليها كتير ولا اللي اكبر من 45 سنة ممكن برضو ينجذب ليها لانه الشروط اصلا ما بتكونش يعني الاتنين دولي بتكون ما بتكونش ليهم مناسبة يعني شروط اللي هو الهجرة نفسها نيجي الاخر حاجة بتكلم فيها دايما اللي هي التوب 10 العشر الدول الاكثر مشاهدة للقناة بتاعتي الشهر دا عندنا دولة جديدة دخلت مقارنة بالشهر اللي فات وفي دولة طلعت تعالوا نشوف كده مين الدولة اللي طلعت ومين الدولة اللي دخلت هذا مرة تانية من اعلى سلم او من اعلى القائمة السعودية في الاول ما زالت السعودية في المركز الاول المصر في المركز الثاني المركز الثالث في تغيير الشهر دا احنا العادة زي ما انتو اللي متابع معايا العادة انه الجزائر بتكون هي في المركز الثالث لكن يا إما المتابعات قلت في الجزائر يا إما حبيبنا في المغرب هما اللي زادوا لأنه المغرب هما اللي في المركز الثالث دلوقتي المركز الرابع الجزائر ما بيعدوش كتير يعني هما نزلوا بس مركز واحد المركز الخامس ما زال زي ما هو الإمارات والمركز السادس زي ما هو كندا المركز السابع اللي فاكر وكان متابع معايا الشهر اللي فات واللي قبله كمان كان لتونس تونس في شهر أغسطس كانوا في المركز التاسع لأول مرة يدخلوا القائمة في شهر سبتمبر كانوا في المركز السابع طلعوا مركزين الشهر ده هم مش في المركز السابع المركز السابع الأردن الأردن اللي هي طلعت من شهرين من القائمة دخلت الشهر الفات في المركز العاشر والشهر ده اللي هو شهر أكتوبر دخلوا في أصبحوا مركز السابع حيا الله النشامة الكويت زي ما هي في مركز الثامن هو دي يعني هي خلاص بقيت تقريبا في الحتة دي بتاعتها العراق في المركز التاسع لكن لو منشوف العراق في المركز السابع لكنه ما زال له فترة كده العراق في المركز التاسع وفي الأخير في المركز العاشر دخلت لينا أو عادت مرة تانية إلى القائمة دولة قطر المشاهدين من دولة قطر عادوا إلى القائمة وأهل تونس الظاهر يعني عايزين تشدوا حلكوا شوي عشان تكملوا في المركز العشرة فقطر هي اللي في المركز العاشر ده بالنسبة اللي هم التوب تين طبعا أهلا وسهلا من الجميع وبتشرف بالكل لكنه هم دول الأغلبية الدول اللي بيجيني منها مشاركات ومشاهدات للقناة اللي أنا حابب أتكلم معاكو فيه أو اللي حابب أخذ رأيكو فيه في الآخر اللي هو مسألة اليوتيوب دلوقتي عامل خدمات جديدة مقصوصا للناس اللي هم مشتركين في القناة فهما بتجيهم التنبيهات لها على طول في حاجة اسمها الكميونيتي اللي بحيث أن أنا ممكن يتكلم معاكو نصا دلوقتي مش بس فيديوهات وبرضو ممكن عملوا حاجة اسمها العرض الأول العرض الأول زي ما عملت الفيديو هنا اللي فاتوا اللي كانت تابع معايا بحيث أن احنا كلنا نشوف مع بعض العرض الأول أو الناس اللي هيكونوا موجودين وقتها نشوفهم مع بعض وأنا هكون موجود معاكو أخذ أسمع أرائكو ومباشرة يعني لايف مش هكون لايف فيديو بس هكون لايف على الشات أسمع أرائكو وكون معاكو يعني لو في أي حد عنده سؤال لو في أي حد عنده حاجة ممكن على طول أسمعها مباشرة العرض الأول دي أنا فكرة عجباني مش عارف هل هي عجبة كنت أو لا علشان كده أتمنى أن كنتوا تساعدوني في إبداء تقولوا لي رأيكو في الموضوع ده اللي يترى اللي شاف منكم العرض الأول سواء عندي أو غيري يترى هو الحاجة دي شايفها كويسة ولا لا أكمل عليها ولا لا واللي ما يعرفش هو العرض الأول إيه يعني أنا خلي عندك أربع خيارات يريد تختار منها هتشوف التصويت فوق اكتب لي أرائكو وخلينا نشوف إزاي ممكن نستفيد من الخدمات الجديدة اللي بتعملها اليوتيوب ما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل الجرس هم اللي بيخلوا اللي دايما التنبيهات تجي لكم أول بأول شهر 11 زي ما أبطت لكم إن شاء الله أنا مصمم أرجع لل 15 فيديو في الشهر الطريقة اللي هعملها أنا خلاص هلزم نفسي إن شاء الله إنه كل يومين هنزل فيديو الساعة 12 بتوقيت 12 ونص بتوقيت ساسكتون اللي هو 8 ونص بتوقيت القاهرة 9 ونص بتوقيت الرياض هنزل فيديو وهيكون عبارة عن عرض أول هحاول أكون معاكم في آخر ربع ساعة قبل ما يبدأ الفيديو بربع ساعة أسئلتكم مباشرة وأكون معاكم وقت ما احنا متفرج على الفيديو مع بعض عشان لو في أي استفسار أو تعليق أسمعوا منكم أنا بمبسط أن أسمع تعليقاتكم المباشرة على طول على اللي بيحصل الفيديو نفسه ما بيكونش يعني ما بيكونش لايف هو بتكون متسجل لكنه العرض بيكون مع بعض بيكون لايف هعمل هعمل الفيديو ده اللي أنا فيه دلوقتي بنفس الطريقة فأنتوا يريد تقولوا لي رأيكم إيه في الموضوع ده زي ما قلت وإن شاء الله هعمل أنا في شهر نوفمبر كل يومين الساعة 12 ونص هنزل فيديو بالطريقة دي وهخلي بقى الحاجات المباشرة والأخبار هخلي لها وقت تاني يعني في النصف مش مشكلة فالخمستاشرة هيكون دي أقل حاجة عملها في الشهر إذا زودنا خير وبركة على حسب الأخبار والتفاصيل يعني اللي بتحصل تخليني أضطر إن أنا أطلع أقول حاجة مباشرة كخبر زي مسألة بدأنا في الشهر ده اللي هو اللي تكلمنا فيه عن كان وقتها إيه السحبات أنا نسيت بس ده اللي أنا حبيت أتكلم فيه أنا مبسوط دايما بوجودكم مستمتع بتعليقاتكم بحاول أرود على الجميع قد ما أقدر من يوم ما كان عندي 100 مشترك إلى الآن إحنا 13 ألف مشترك وبرضو بحاول أرود على كل التعليقات لأن أنا بحترم جدا إنه إنسان فيه ممكن يكون واحد حطت أمله في الثرد مني أنا مش خبير هجوة زي ما أنتم عارفين لكنه ممكن الواحد بخبرته بس في الموضوع ده يدل للشخص بس يروح فين ولا يعمل إيه تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس عجبكم المحتوى اللايك شير وفي أمان الله